التشكيل في وقته بهذا أجاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رؤساء تحرير الصحف المحلية خلال لقاء جمعه بهم اليوم في حكومة لا يزيد عمرها عن عام واحد أعلن الشيخ صباح الخالد تطلعه إلى مرحلتين للعمل الحكومي هما تفعيل الجهات الرقابية وإعادة هيكلة الحكومة أما مرحلة تفعيل الجهات الرقابية فقال الخالد أنه تناقش مع رئيس مجلس الأمة مرزوغ الغانم فيما يخص دور ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية التابعة للدولة وبما يفعل ويسرع إجراءات متابعة كل القضايا وأضاف الخالد قائلا بدءا من اليوم ولمدة شهر لنعمل لك شركاء ونفعل دور المواطنين مشددا على ضرورة تفعيل دور مؤسسات النفع العام ونشد كل من لديه معلومات عن شبهة فساد أن يتقدم إلى نزاهة ولفت الخالد هنا مؤكدا على ما شدد عليه صاحب السمو للمواطنين قبل تكليفه بتشكيل الحكومة من أن من تثبت إدانته لن يفلت من العقاب كما أشار إلى أنه تلقى توجيهات من صاحب السمو يوم أدائه القسم بمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة أما المرحلة الثانية من مرحلتين تطوير العمل الحكومي فقال سمو رئيس مجلس الوزراء إنها مرحلة طويلة المدى فلا بد من إعادة هيكلة الجهات الحكومية لتكون أقل ترهلا أولا ثم أكثر رشاقة في الخطوة اللاحقة وعن ذلك قال الخالد معلنا أن هناك أربعمائة ألف موظف في الدولة وشدد على أهمية الحكومة الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا لضبط العمل الحكومي وهو أمر لن يحدث في يوم وليلة حيث يحتاج الأمر إلى بنية تحتية يجب اكتمالها للحكومة الرقمية التي بدأ العمل بها اعتبارا من حكومات سمو الشيخ جابر لمبارك وهنا شدد الخالد على ضرورة مراجعة ما بنته الحكومة خلال ستين عاما لتخفيف الترهل مشيرا إلى وجود مقاومة كبيرة من بعض المنتمين إلى الإدارة الوسطى البالغ تعدادها ثمانين ألفا في الجهاز الحكومي وتناول حديث رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء التحرير أثر وسائل التواصل الاجتماعية حيث لفت سمو الرئيس إلى حديث سمو الأمير في كل خطاباته عن وسائل التواصل الاجتماعية وما وصل إليه الأمر من سوء استخدامها وهنا أشار الخالد إلى تنسيق مع السلطة التشريعية في هذا الخصوص لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعية وفي سياق حديثه عن السلطة التشريعية أكد الخالد أن يده مبدودة للتعاون مع مجلس الأمة وستظل ممدودة قائلا لكن التهاون للوصول إلى التعاون مرفوضة وأضاف أن التهاون لن أقبله ولن يقبله من يأتي بعده وحول تطورات الوضع الإقليمي أشار الخالد إلى ارتدادات ما يحدث في المنطقة لكنه لفت كذلك إلى الأحداث والفعاليات المهمة مثل قدمة العشرين في المملكة العربية السعودية وأيكسبو في دبي وكأس العالم في قطر مشيدا بإنجازات دول مجلس التعاون من جهة ثانية لفت الخالد إلى أن مبادرة هرموز الإيرانية أساسها مسؤولية المنطقة مؤكدا ضرورة أن تكون علاقة طهران بالدول الطبيعية حتى يكون هناك قبول بالمبادرة الإيرانية التي قال إن نجاحها يحتاج إلى توافر الظروف الملائمة ترجمة نانسي قنقر